أسمعوا ما يقولها السيد قاطع لي ياس من هذا الرياس ومن حقه أن يقطع الرياس أن يقطع الرياس كما قال وهذا وخوانا في عين الصفر ووقف احتجاجية اليوم الثاني للتنديد ضد الحجرة والتهميش ولا مبالت وقوفي وقفة سلمية لشباب بلدية العين الصفراء معاناة من السكن الداتي السكن الداتي هذا اللي راي يراوح مكانه منذ عشر سنوات السكن الداتي هذا اللي تعاقب عليه كلتما جالس بلدية السكن الداتي هذا اللي تعاقب عليه أكثر من ستولات لا حياته لمن تنادي السكن الداتي هذا اللي 11 بلدية راحت تمشى بلدية العين الصفراء راقدة المغضوب عليها نشوفه بعد انتباعات بعد المواطنين بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد يظن أن المشكلة في بلدية فقط يعني تصرني رسائل كثيرة يقولوني أن الكارثة الكبرى رهي تبسة تبسة هي أسوأ مدينة في الجزائر ورسائل أخرى تقول ألا أن عنابة هي أسوأ مدينة في الجزائر مما فيها من فساد وفيها من تخريب وتهريب والواد وآخرين قلوا الواد أنها أسوأ آخرين قل لك لا تيزيو الزورة هي الأبشعة على الإطلاق آخرين قل لك لا الجلفة وبحبح وورغلة هؤلهم الأسوأ آخرين قل لك تلمسان والله عين الدفلة ومعسكر وهران حدث ولا حرج هؤلهم الأسوأ في البلاد في الحقيقة كله سيء كله سيء والعاصمة قليل وتام الراست قليل وعين قزام قليل وعين صالح وأدرار وبشار وعين الدفلة وسعيدة والامدية والبليدة قليل كل الكل هناك معاناة رهيبة الشعب كله يعاني الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري يعاني وحتى هذه الأقلية القليلة جدا ليس لدي مشكلة على المال ومتع السكن وحتى تع السيارات عندهم مشاكل أخرى مشاكل تعال المستشفيات مشاكل تعال المخدرات التي تملأ الشوارع مشاكل تعال المدارس الكارثية مشاكل تعال انه يسوق في الطريق ممكن يدخل فيه كاميون ولا يدخل فيه كار ولا يدخل فيه واحد ما عندهش البيرمي وجاي يسوق ولا واحد عنده بيرمي مزور مشاكل حتى الأغنياء حتى الأثرياء أو حتى اللي بس عليهم مرتاحين كوارث قبل أيام تحدث مع أحد الأفاضل قال لي 10 ملايين 10 ملايين واللوجمون تقريبا ما يدفع لها شيء ويدي 10 ملايين قال لي ما كثير من الأشهر ما نوصلوش ما يدفع عشرة إيجار ويدي 10 ملايين أتخيلوا اللي يدي 5 ملايين ويديفع الإيجار اللي يدي 4 ملايين اللي يدي 3 ملايين اللي يدي زج ملايين الناس مرات ربما مولانا غير الجزائرين كيما يسمعوا ملايين يحسبوها حاجة كبيرة 10 ملايين راه أقل من 500 أورو وزج ملايين راه أقل من 100 أورو أتخيلوا اللي يدي هذا المبلغ أحيانا ولازم يدفع الإيجار تخيلوا اللي ما يدي حتى مبلغ نهار يخدم ونهار ما يخدمش كما هذا اللي كان مقبل يتحدث هو عاملة مرمية في الشارع إلي جاء واحد أداه خدم عنده مونوفر ولا خدم عنده يحفر ولا يحمل ولا جاب الله نهار وبنا كده شوية أكل لولاده أو نفسه كان كثير اللي ما تزوجوش أصلا مقدروش يتزوج في الأربعينات من العمر في الخمسينات من العمر كان يخلاص رجال أو نساء فاتهم الحل خاصة النساء يعني المرأة توصل على سن معين تتوقف عندها القدرة على الولادة رجل ممكن مع ذلك مع ذلك فالرجال اللي يجيبوا ولاده على سن كبير خاصة بعد الخمسين هذا ليس صحي يعني في الغالب يعني ليس صحي في الغالب وحتى عمليا يكون الفرق بينه وبين طفلا تعوي يكون بيناتهم جيلي لأن الجيل فيه خمسة وعشرين سنة كمعدل صعب صعب تعامل صعب أشياء كثيرة جدا نحن فهناك كوارث إذا كانوا لي يدوا 10 ملايين و12 مليون و14 مليون ومرات ما يدفعوش الإيجار والله عنده سكن تاع والله ويعاني ومعانات رهيبة فما بالك أكثر من ثمانين بالمئة من الجزائريين يدوا قل من ستة ملايين يدوا قل من ثلث ميات أور راهي المجموعة اللي حط يدها في الشكارة راهي أقل من واحد في المئة أقل من واحد في المئة يعني لا يتعدى عددهم لخمسمائة ألف شخص بهم بأسرهم هذون اللي عندهم يديهم في الشكارة سواء كانوا باعتبار عندهم مناصب عليا والرشاوي اللي يجيهم والمشاريع من الخلف وطرافيك وإلى آخره أو كانوا مصحاب النهب المال العام اللي هما يسمون مرات رجال المال إلى آخره راهي هؤلاء أقل من واحد في المئة من الجزائريين في أسوأ لها في أفضل حالات بالنسبة ليهم وأسوأ الحالات بالنسبة للجزائريين هم ثنين في المئة قالينا نقول خمسة في المئة بمعنى أن خمسة وتسعين في المئة من الآخرين من الجزائريين راهيهم يعانوا معاناة رهيبة أحيانا يعاني حد اليأس وحد أنه يفك في الانتحار وحد أنه يجوع أو أولاده يجوع أو ما يلبسوش أو ما يلبسش أو يطرب من الشارع إلى آخر إلى حدود القصوى وأحيانا يعاني المعاناة انتعى لازم يسلف كل بعد عشر أيام الشهرية بعد أسبوع من الشهرية يسلف وكيجيب الشهرية مرات ما تكفيش ثلاث أيام لأنه لازم يرد الدين هذا والهذا ويشري هذا وهذه خاصة إلى آخره وكلما مرت الأيام ارتفعت الأسعار ارتفاع هايل طبعا هما برها قال لك الكورونا معنى الكورونا فالعصابة استفادت من وضع الكورونا واستفادت من وضع الحرب الروسية على أوكرانيا بارتفاع أسعار البترول خاصة الحرب الروسية الأوكرانية فاستفادوا في وقع الأمر وبالتالي الارتفاع اللي ممكن موجود في أسعار على المستوى العالمي احنا البترول أيضا ارتفع والغاز ارتفع كالمفروض احنا مش متأثرين بالعكس نسبة ارتفاع البترول والغاز اكثر من نسبة ارتفاع المواد اللي نشروها خاصة المواد الغذائية والطبية والصناعية لكن نظام الفاسد الاقتصاد الرديء والفاشل واللي علاجه بالأسباب اخذينا صفعة رهيبة من عند صحاب تبون كان متغطي يقول المثل الجزائري يقول لك المكسي برزق الناس عريان كان مكسي يتكلم على بوتين وكأنه صاحبه وكأن بوتين يسلفنا روسيا والله يسلفنا السلح الروسي او يعطينا الامكانيات الروسية او الصين خاصة ما على بلوش بهذه علاقات دولية ولا ابتسموا معاك واستمعوا الى رشيدك الوطني الاخره هذا يدخل في إطار التقاليد الدولية والعراف والبروتوكولات الدولية ليس اكثر ولذلك لما جل الامتحان هذا تبون والعصابة اللي معاه لانه مش وحده شنغريحة صحاب الروس صفعوهم صفعات متتالية ترك نشوفوا لماذا كيف تقبل اوثيوبيا والارجنتين وحتى السيسي ودويلة المسخ واحد مليون عدد سكانها الاماراتين اقل من مليون وترفض الجزائر يعني كثير من الجزائر المصدومين خاصة اللي كان مازال عندهم امل في هذه العصابات او يستمعون لهم وعندهم شك فيما نقول او يقول لك بلك احنا نبالغوا الى اخيرهم قلنا الناس قلنا ان هذه العصابة راهي على المستوى العالمي لا تساوي شيء وان ما يقوله تبون انه اكاذيب ليس لا حدود وان على ارض الواقع ستظهر هذه الاشياء هاو الامتحان صغير هذا تاع البريكس امتحان صغير ها مجلتش امتحانات اخرى كبيرة قال صرات حرب في منطقتنا قال لا مانيش عارف هذوك راح تكون الكوارث اكبر بكثير اذا المعاناة راهي في كل مكان حتى الاغنية رهم يعانوا قلنا ما عدا هذوك اللي عندهم شكاير اللي مدخوله يقدر يكون خمسمائة مليون مليار في النهار نتيجة مثل الرشاوي كان قوضات مثلا كان قوضات عندهم شاريين عندهم فيلا تبقى 12 مليار وهو يخلص 15 مليون وهو مشايفينه ومخليينه بالعكس مشجعينه ماذا بهم قوضات هكذا يتورى الطفل كان ضباط انتعى جمارك كان فيهم ناس مساكن اللي تلقى عنده 15 عشرين سنة إنسان ضريف إنسان مقدم عنده أخلاق إنسان يتقي الله يخاف ربي ما يسرقش يبقى يعاني ويقدر حتى يكون عمره خمسين سنة وممكن ما دارش دار ما تزوج ممكن او متزوج وعايش الميزيريا وكاين اللي عمره ثلاثين سنة بالك عنده نجمة ولا زوجت عشاء مارك ومرت حتى ما عنده نجمة وبالصح داير سيارة تاعة 800 مليون وشاري مفتاح بربع ملاير عارفين ويشجعوه لازم يشجعوا المفسدين باش يتحكموا فيهم مليح وباش يقضونوا مصوالحهم وعارف كي يتصل به أي واحد يتصل به من القماقم أصحاب المسؤوليات المسعورين أو المسخوطين اللي في المسؤوليات العليا يعرف بالله خم اللي لازم ينفذ خدش يوم شادين عليه الملف وهم خلينه يسرق أسرق كما تشاء أنهب كما تشاء أفسق كما تشاء ملفاتك عندنا وحنا هذل الناس هما اللي نريدوهم نريد هذا الصنف من الناس باش نتحكموا فيهم هذا هو العصابة اليوم في الجزائر هكذا تحكم البلاد تحكمها بالفساد والمفسدين بهذه الطريقة تحكمها تحكمها كما تحكمها اشتركوا في القناة